الستة وخمسة واربعين دقيقة مرحبا بكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا رجع لنا لكم في عالة بكري وضيفنا اليوم هو المكلف بالأعلام بمدينة العلوم حسين الطهري صباح الأنوار حسين صباح النور ريمان وتحية ليكم الناس اللي يسمعوا في ديوان تاو إذا سمعتوا صوت حسين أعرفوا رفما العطلة فما البرنامج متاع العطلة وخاصة الأفكار المميزة للأولياء اللي قاعدين يخاموا كيفاش ينجموا يعديوا الصيفية مع صغيرات امتاحهم صيفية بأفكار أوريجينات خاصة إذا كانت تكون متعلقة بالعلوم نعرفوا الاتليم ذا متاع المدارس الاعدادية والمدارس الثانوية كملوا الامتحانات وفي الفترة هذه ممكن يقلقوا خاصة ما زالوا لبرنامتاحهم ما زالوا ما خرجوش للعطلة فنخموش نية ممكن نعمله فجاءت الفكرة متاع المدارس الصيفية في مدينة العلوم واللي موجودة في بارشة مجالات حسين بالفعل شكرا لك يا إيمان هو في الحقيقة السنة الدراسية توفى لكن الأنشطة على مدينة العلوم ما توفاش احنا كما تعرف إيمان نشتغل على مدار العام كامل صحيح أنا جاي اليوم باش نحكيه على المدارس الصيفية لكن بالإضافة للمدارس الصيفية فمه ورشات يومية فمه الحدث الأضخم والأكبر اللي هو ليلة النجوم فمه حفل اختتام السنة الدراسية والجمعية اللي بدأت مدينة العلوم تنظمه باش يكون الموعد بتاعه قبل شوية بضعة أسابيع من ليلة النجوم للموعدة باش يكون 28 جويلة لكن باش نحكي اليوم على المدارس الصيفية وفي الحقيقة المدارس الصيفية عاكي معنا المدارس الربيعية والمدارس الشتوية معها كل العطل فمه الاشتهدية اللي اليوم مدينة العلوم في تقديري هي الموسة العمومية الوطنية الوحيدة القادرة إنها تعزز اندماج أو انخيرات الأطفال والشباب في مجال مهم اللي هو الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في الإطار هذي يجي المدارس الصيفية هذي اليوم نلقاو مدارس تبدأ من حداش بش نعطي المواعيد المواعيد الفترة الزمنية بش نبداو من 15 جوان حتى 15 جويلة حداش المدارسة الصيفية شنو ما المجالات نلقاو مدارس صيفية في علم الفلك تتوجه إلى المرحلة الابتدائية المرحلة الاعدادية وفما مرحلة المرحلة الثانوية والطلبة مرحلة متقدمة شوية اللي هو مشكون هذو مع عادة الناس اللي شاركت معانا في دورات سابقة أو ربما انخرطوا في بعض الأنشطة ويحبوا يطوروا المهارات متاحهم في مجال علم الفلك نلقاو أيضا مدرسة صيفية في علوم الفضاء وهنا مهم جدا أن مدينة العلوم هي المؤسسة اللي كانت سباقة أنها تغرس في الأطفال لاهتمام بعلوم الفضاء اليوم في مدينة العلوم معاش نحكيه على علم الفلك فقط أدمجنا أيضا علوم الفضاء وعننا أيضا مدارسة صيفية في علوم الحياة والأرض أيضا في الفيزياء والكيميا والرياضيات والإيقاظ العلمي كذلك نحرص قدر الإمكان أنه الورشات العلمية كما تعودوا ربما الناس اللي يشاركوا معانا في السابق ولا اللي بيش يجيوا بيش يكتشفوا للمدارسة الصيفية ورشات نظرية والأهم من هذا الكل أنه فما جانب تطبيقي كبير اليوم في الورشات العلمية هذه طبعا بالأسلوب متاع السادة متاع التأثير العلمي كل الورشات الفترة الزمنية بتاعها المعدل بتاعها ثلاثة أيام تقريبا فرصة للناس للشباب أو الأطفال اللي يسمعوا فينا توا اختاروا الورشة اللي تراوها أو عفوا المدرسة الصيفية اللي تراوها مناسبة لكم نحيوا الهواتف الجوال على جنب نساوي شوية مباريات كرة القدم وكل حاجات اللي التاجم تشغفكم أعطيوا لرواحكم حية الزمني مهم جدا معتها فكل ثلاثة أيام قول لا أنا بش أركز معا مدينة العلوم ومعا هالمدرسة الصيفية اللي عاملت هنا مدينة العلوم شوف إيمان نحب نقول حاجة اليوم مدينة العلوم هي مدينة تونسية مؤسسة وطنية عملوها التوانسة وبيدين التوانسة وراهي مؤسسة متاع التوانسة الكل فقدر الإمكان وقلتها بحديك قبله ونعاود أن نقولها ففرصة أنه اللي عنده الفرصة أنه يستفيد من الأنشطة متاع مدينة العلوم ما يضيعش الفرصة هذه لأنه بها هي نبنيه واليوم مدينة العلوم بتونس في تقديري هي الحلقة الأقوى في المنظومة التربوية الكل هي الواجهة المذيئة اللي تعطي خلي نقول مثالي تعطي للخارج تصويرها باهية على المؤسسات الوطنية التونسية المؤسسات الوطنية القوية اللي تبني في جيل يهتم بالعلوم والتكنولوجيا وانت حكيت على جزء مهم يعني خاصة في علاقة بالمسائل التعليمية وانت قاعد تحكي على الورشات وان دي ما تركيزي خاصة على التلامذة لهنا إذا كانت تحب صغيرك يتغرم بالمواد العلمية أكي نقول يتغرم مش يعتبرها فقط مادة بش يجيب فيها نوت في القراية وإلا مجرد أنه بش يحفظ درس بش يحطه في الامتحان وهذا للأسف ما قاعد يغرسوا فينا الطرق التقليدية اللي قاعدين يتلقاوا بيها صغارنا المعلومات في مدارسنا وإلا في المعاهد هذك عليش اليوم هالمدارس الصيفية وإلا كل الورشات اللي قاعدة تقوم بيهم مدينة العلوم بش تخلي صغيرنا يرى المواد هذية بطريقة أخرى وقت اللي يأخو الانفورميسون وهو يلعب وقت اللي يأخو الانفورميسون في أمبيونس مش متاع قراية متاع أستاذ وهو قاعد في طاولة صدقوني المعلومة تغرس في ذهنه والمعلومة تقعد معها نتخيل حتى للي يكبر خاطر مش كيمة المعلومة اللي نحفظوها فقط من أجل الامتحان مش كيمة المعلومة اللي نستمتعه وإحنا نتلقاه فيها بالضبط إيمان وهنا معتها اسمح لي ننوجه تحية كبيرة كبيرة برشة من القلب للأساذة والمعلمين اللي على مدار العام يكونوا حريصين أنه يجيبوا تلامذة متاحهم وأيضا المتفقدين تعالى التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي اللي يجيبوا تلامذة متاحهم حريصين أنه يكونوا حاضرين في الأنشتة متاحهم ولا أيضا فما حاجة مهمة الأنشتة داخل الجهات اللي نقوم بها هنا تحية للمندوبين تعالى التربية الكل وكل القايمين على المؤسسات التربوية إحنا مواسا لا يوقفها الأشتاء لمطر حتى شيء ما يقلق ناشي إحنا نمشيوا داخل الجهات وهذا مهم جدا هكي التفاعل اللي قاعدين نرأوا فيه مع أبنائنا داخل الجهات والهنا بش نسألك المدارس الصيفية هذية بش نلقاوها نورمالما في مدينة العلوم في فرعنا في تطوين طبعا عنا سلسلة من المدارس الصيفية ممكن نرجع عليها في وقت لاحق مدارس صيفية وقريبا وقت ما يتم افتتاح فرعنا في الجسرين طبعا مش يكون فما أنشتة كبيرة ومدارس شتوية وخريفية وربيعية وصيفية أيضا هنا بالنسبة للتخنج دأجل فئة العمورية بالنسبة للناس اللي نتواجهولها في المدارس الصيفية حسب المراحل الدراسية نلقاوها من ثمانية لعشرة سنوات نلقاوها أيضا من أثناش الخمستاش ومن سبعتاش العشرين قدر الإمكان حاولنا كل المراحل الدراسية الابتدائي شلق روحهم موجود في برمجة مدينة العلوم الإعدادي حاضر بقوة في المدارس الصيفية المراهلية وكذلك المرحلة الثانوية والطلبة كيف كيف عندهم نصيبهم في المدارس الصيفية وأكيد في الصفحة متع مدينة العلوم ينجموا يلقاو كل التفاصيل على كل مدرسة طبعا الوقت ما يسمحش أنه نعطيهم بالتفصيل لكن يرجعوا للموقع ويرجعوا لصفحة الفيسبوك يلقاو بالموعيد بالتفصيل وكل المحاور العلمية بشي تم تناولها يلقاوها مفصلة أعطينا فقط المحاور العلمية الكبيرة اللي بشي تم تدولها هذي البون بلون ليكم يا جماعة في الفترة الجاية بارتير من 15 جوان هذي الخميس الجاية نورمال ما بعد ما يكملوا الصغيرات زيدة في المدارسة الابتدائية لامتحانات متاحهم تنجموا تنطلقوا في المدارسة الصيفية هذي هكا فرصة للصغيرات متاعنا بشي يخد زكي جدد بشي تعلموا حاجات جديدة وخاصة أنهم يستمتعوا ويملاووا الوقت متاع الفراغ متاحهم بحاجة اتفيد كل شكر لك يا صديقنا حسين الطهري على المعلومات اللي اعطيتها لنا اليوم على المدارسة الصيفية لمدينة العلوم وهكا نختمه على بكري على بكري